السلام عليكم ورحمة الله في هذا الفيديو الجديد الذي سنتعرف من خلالي بشكل سريع على طريقة حدف البرامج في الماك أويس أو نظام التشغيل الخاص بالماك فمن التحديات التي يواجهها المستخدمون الجدد لنظام التشغيل الماك هي طريقة حدف البرامج طريقة تنصيب البرامج ربما تكون بسيطة وهي عن طريق يعني الاب ستور لكن طريقة حدف البرامج خصوصا البرامج التي تم تنصيبها من الطرف التالي أو من المواقع مباشرة فالأغلب يجد صعوبة في طريقة حدف البرامج لكن في الحقيقة طريقة الحدف بسيطة جدا حتى أنها أبسط من الويندوز إذن كيف نقوم بحدف البرامج في الماك بسيطة جدا إذن نذهب إلى Finder على هذا الشكل ثم نقوم بتحديد Applications والآن نقوم بتحديد Applications الذي نقوم أو نريد حدفه من النظام مثلا سأختار يعني هذا البرامج نقوم بالنقر ثم السحب على هذا الشكل ثم نقوم بالذهاب إلى سلة المهملات أو الضراش على هذا الشكل سنلاحظ تم حدف البرامج والبرامج غير متاح الآن إذا ذهبنا مثلا إلى قائمة البرامج سنجد أن ذلك البرامج تم حدفه مثلا سنجرب مع برامج آخر سنقوم بحدف برامج آخر مثلا سنقوم بحدف هذا البرامج مرة أخرى Finder ثم نبحث عن البرامج الذي نريد حدفه إذن هذا هو البرامج نقوم بسحبه ثم إلى سلة المهملات على هذا الشكل إذن تم حدف البرامج نتأكد كما نلاحظ تم إزالة البرامج على هذا الشكل الآن يمكنك بكل بساطة أن تقوم بزر الفأر الأيمن على سلة المهملات ثم empty trash ثم empty trash على هذا الشكل وسيتم يعني حدف البرامج نهائيا من كان هذا والشرح شكرا لكم